إذن نختم الجولة من الصيحة ومنها نقرأ لجة لجراسة رسوم المدارس الخاصة بالخرطوم وجه والي ولاية الخرطوم المكلفة بفريق ركن أحمد عبدون بتكوين لجة عجلة لمراجعة رسوم التعليم الخاص والأجنبي وقال لابد من وضع حل الجاذري للرسوم التي أرهقت أولياء أمور الطلاب ووجه عبدون خلال اجتماع برؤساء القطاعات والشعب باتحاد مدارس خاصة أمس بأن تضم اللجنة كفاءة تربوية كجهة محايدة بالإضافة إلى اتحاد المدارس الخاصة وممثلين لوزارة التربية وتعليم بالولاية مشيرا إلى تلقي شكوى من أولياء أمور بسبب الزيادة المطردة لرسوم التعليم الخاص والأجنبي داعيا تلك المدارس إلى مراعاة الظروف الاقتصادية للأسر موضحا الدورة الكبيرة التي تقوم به فيما شكى ممثلوا اتحاد المدارس الخاصة والأجنبية ارتفاع نفقات تشغيل المدارس مؤكدين استعدادهم لتعاون مع اللجنة المكلف أستاذ محمد العام الدراسي انطلق له منذما يقارب الشهر وأولياء الأمور أساسا دفعوا الرسوم كيف أو برأيك تشكيل هذه اللجنة في هذا الزمن بعد أقرابة الشهر هل أو مشيء يمكن أن تجاوز زمن أساسا طيب هم مبدئين يعني كالترخير والسيد الوالي في تشكيل اللجنة لكن موضوع ده ما سنكون مفيد احتغل دي ذاته قصة بتاعت حكومة حكومة مدنية يعني مفروض بعد ده الموضوع ده هو موضوع الحكومة المدنية يعني الناس تسرع إجراءات الترتيبات الانتغالية لنغل السلطة إلى حكومة مدنية القصة إجراءاته معقدة نحن نتحدث عن سياسة كاملة لإصلاح النظام التعليمي وديه بتطلب من أقوة الحرية والتغيير وشركةهم في المجلس العسكري وكل المهم تمين والحادبين على م 솔حة التعليم اللي هو وضع سياسات نحن كبير نحن تحدثنا عن إصلاح النظام المصرفي الصلاح النظام التعليمي اللي هو يتكلم عن سياسات وبعد ذلك يتكلم عن إجراءاته وترتيبات وتطبيقاتها العملية يعني أنت دولة الصرفي church على التعليم أقل من 2% يعني بالتأكيد حينعكز على مستوى على مستوى الخدمات ونعكس على موضوع الرسوم فعليه الموضوع باختصار يعني كابتال خير وبركة ما فينكو في كل دول العالم يتم دعم التعليم أستاذ محمد يعني بينما المدارس الخاصة وهطبع لا يمكن لأي دولة تشكو من الرسوم الحكومية لا يمكن لدولة أن تنهط دون استناد على تعليم وليس الموضوع موضوع الرسوم نحن نتكلم عن جودة المحتوى التعليمي تتكلم عن البيئة التعليمية يعني هل موضوع الرسوم نحن بعد شوية حاجة الخريف وحنتحدث عن بنياتنا التحتية بنياتنا التحتية وفصول غير مهيئة وممكن يعني فصول لا غدر الله أو صور بتاع مدرسة أو غيره لكن بشكل أساسي على الحكومة الانتقالية الغادمة يعني إيجاد أو حتى الأمن يعني يفترض يكونوا وجدوا استراتيجة كاملة لتطوير العملية التعليمية في السودان وده عملية بتاخد وقت مربوطة بجوانب سياسية ومربوطة بجوانب اقتصادية نحن نتحدث حتى الرؤية لتعامل مع التعليم على مستوى المحتوى حتى على مستوى التفاصيل الصغير المتعلقة بتهيئة البيئة المدرسية وغيره وذي مازال بتاخد وقت لكن بشكل أساسي أعتقد يمكن الاستفادة من الروح البسطة للثورة في عملية البناء من خلال تهيئة البيئة المدرسية أضف إلى ذلك أعتقد أن هناك جشع من بعض أصحاب المدارس في وضع الرسوم ولكن هم يتحججوا بالأوضاع الاقتصادية يتعاون مع التعليم بشكل أساسي كسلعة لكن ما رأيك حتى في الصورة المقلوبة الآن شكوى المدارس الخاصة وأصحابها الذين يتعاملون بالجشع لكن يشتقون من الرسوم الحكومية طيب ما هي مشكلة الأساسية أن الحكومة ما عندها موارد غير الإرادات يعني النظام الحاكم اللي هو على 30 سنة ما عنده موارد غير إرادات طبيقة بيحتمد على الموضوع ده يعني زي ما بقولون لقاطة جيب له قروج عشان يسير هيكل مترهل للدولة وكثير من المناصب الممكن تكون أحطية لأصحاب الولاء التنظيمي أو حتى من تم شراء ولاهم السياسي لذلك هناك حالة بتاعة الترهل وده بتحتاج مش على مستوى التعليم موجود على مستوى عدد من المؤسسات الأخرى الموضوع زي ما بتريك معقد ودير شغل كثير بتشكيل لجنة أو غيره أعتقد أنه يعني أول حاجة العامة الدراسي بدأ والناس دفعت الرسوم وواصلة الدراسة هي تستوليت الحاجة الثانية نحن نتكلم عن استراتيجة طويلة حتى هم ما بدرسوا ما غيمة المحتوى التعليم وعلاقته بأسوق العمل ما هو عنده علاقة بالمهارات والمعارف والخبرات بمتلك الطالب تتكلم عن عملية تعليمية في ظل وضع عالمي متغير ومعقد انفجار معارف وغيره نحن نكون من درس طاريخ العلوم ليس على مستوى المدارس الدنيا حتى على مستوى الجامعات معارف ما عنده علاقة بالاقتصاد المعارف ولا عنده علاقة بما يعرف بهندسة المعارفة فده بكون عبارة عن ضيئة للقرش في الهوى ساي نعم كل الحديث الآن يدور حول في مشكلة التعليم يعني يدور حول مدارس الخاصة أين المدارس الحكومية من هذه الأجندة وهل ستكون المدارس الحكومية من أولويات استراتيجية الحكومة الانتقالية طيب هم بديين المدارس الخاصة دي عرض لمرض المرض الأساسي أنه المدارس الحكومية الأساسية جزء كبير منها يدبع والما يدبع ده حالة الدخورة يعني أنت تتكلم عن مدارس ببيئة مهيئة يعني ما ممكن المدارسة تكون عبارة عن وطين وبرندة وتجي تديها عقدة وتديها دمشي لها جراعاتها وغيره فيه متطلبات تربوي في إيجاد يعني شكل المدارسة والبيئة الموجودة فيها طيب المدارس الحكومية لو تم الانفاق عليها بشكل جيد أعتقد أنه فيها مغومات هي تبقى الأفضل أفضل علاج وبيعقلة من التكلفة تحت المدارس الخاصة دي طبعا محتاجة يعني نتكلم عن عناصر البيئة التعليمية اللي هي على المستوى البيئة المدرسية نتكلم عن المحتوى التعليمي وأهم من ده كله الأستاذ لو ضاع المادية للأساتذة والمعلمين حالة يرسى لها ودي يعني يعني ده يجيو عنصر مهم جدا في المسلسة اللي هو بتاع العملية التعليمية شكيكو تلك الجصة معقدة أنت تحدث عن مدارس حكومية وفترض تحسين أجور الأستاذة ودي واحدة مفروضة تكون من الأولويات يعني حتى لو أنت تتحدث عن تحسين الأجور عموما للعاملين في الغطاء العام الأولوية تكون للأستاذة دي جزء من رد الاحتبار لهم واحدة من الحاجات الأساسية لأنه هم عندهم مسؤولية تاريخية في إخراج أجيال وتنشيئاتها فلذلك يجب أن يكونوا في وضع أفضل واحدة من النقاط الأساسية برضو بالسيرة السخرية أنه إنت لم تجي تنظر في دليل القبول أقل نسبة بتاع القبول هي التي تمشي لكلية التربية طبعا دي واحدة من المفارغات في عديد من دول العالم الطب بيمشي لكلية التربية وليس العكس هنا بيمشي لكلية التربية والهندسة وغيره طبعا ده بيطلب لإعادة النظر ووضع التعليم على صدر الأولويات ده بيكون مثلاً اللي هو راتب الأستاذ يفترض يكون أعلى من راتب الطبيب أو راتب المهندس فدي موضوع من طلب جمه هو الذي يعين لرياض الأطفال هو الأهم من الذي يعين حتى في الجامعات بيتأكيد لأنه أنت بتكلم عنه المستقبل بتاعك المستقبل بتاعك في العملية التعليمية وما في دولة في العالم بتنهط دون نظام تعليمي جيد طبعا نفس الكلام بتاع التعليم بتطبيق بشكل آخر على النظام الصحي وعلى بغية الغطاءات الأخرى هل يمكن أن يتعاقل وضع في السودان بعد هذا الحال الواقف في مدى زمن قصير؟ نحن بذلك حقيقة أنا أؤمن بأن السودان مقبل على خير كثير استناداً مش لكلامة أماني أو أحلام فرد استناداً على الموارد والإمكانيات الموجودة في السودان وعلى رأسها المورد البشري والإنسان السوداني الأمر سيستغرق بعض الوقت بعض الترتيبات لكن أعتقد أنه إذا استغرت الأمور وسارد على ما يرام في خمسة سنوات أو عشرة سنوات بالكثير السودان سيعبر وسيتجاوز كل هذه التحديات وسيصبح غصص من الماضي نتمنى ذلك اشتركوا في القناة